أكيد التعامل مع مرضى شلل الدماغي وخصوصاً في إطار رياضي وفي لعبة بعينها وليها مواصفات معينة وليها قوانين معينة يعني اللي حديث بتعمله مش حاجة سهلة فعايزين برضو نوضح الصورة كيفية التعامل معاهم هل قدرات الاستيعابية عندهم بتختلف كتير عن الشخص السوي العادي؟ طبعاً لأن أصلاً المشكلة بتبدأ أصلاً من الشلل الدماغي ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشكلة بتحصل في المخ أثناء أو بعد الولادة أو قبل الولادة والشائع جداً اللي هو أثناء الولادة بيحصل نقص أكسوجين في الدماغ فبيقدر يأثر بيعمل تأثير على المخ بيكون حجم المخ في الوقت ده الطفل بيكون حجمه 400 جرام فتخيل بيوصل لحد خمس سنين بيكون حجم المخ وصل 1400 جرام يعني في فترة الخمس سنين دول بيكون حجم المخ كبر طب لو حصل أي ضرر أو نقص الأكسوجين ده عمل خلل في خلال مخ إيه اللي ممكن تخيل بقى؟ على حسب الإصابة على حسب الخلل اللي هيأثروا على الجسم كله بيحصل بقى يا إما شلل على شقي بياخد إيد ورجل يا الشق الأيمن يا الشق الأيصر ده ممكن بعد الولادة كمان يا دوري؟ ممكن لحد خمس سنين لو حصلت إصابة مباشرة في الدماغ يعني ولد وقع اتخبط في دماغه وعندي عينات من دي كتير حصلت مثلاً حادثة أو أي إصابة أثرت على القشرة الدماغية وأثرت على المخ بتأدي الشلل الدماغي وعلى حسب نوع الإصابة على حسب التأثير فممكن كمان تأثر على الكلام يعني ممكن بدنياً يبقى تمام ما فيهوش مشكلة بس النطق مثلاً؟ ممكن بس بيحصل برضو بدنياً بتأثر الأطراف لأن التأثير بيحصل على العضلات ياما بيحصل فيها ارتخاء ياما بيحصل فيها تشنج ياما بيحصل فيها ارتعاشي أو ترنوحي على حسب نوع الشلل الدماغي اللي بيحصل وكمان بيأثر على نسبة الزكاء بنسبة 25% كمان بيأثر على نسبة الزكاء بتاعتهم من اللي مصابوا بالشلل الدماغي وعموماً للمزيد من التوضيح هذاك مشكوراً جبت معاك مجموعة صور كمان آه جبت مجموعة صور كاني عارضها دلوقتي برضو نسمع تعالية حضرتك آه في مجموعة صور كنت عرض دي مثلاً دي بطولة كرة القدم للشلل الدماغي ليها تصنيفات برضو معينة مش اي حد بيلعبها دول طبعاً زي ما حدوك شايفين مدنياً تمام يعني هنا لأ بدنياً عندهم يعني بص حضرتك هنا ايده فيها مشكلة رجلي فيها أصد عندهم القدرة يعني لا لا مش عادين على الكراسي ده هنا بيلعب كرة القدم عادي كرة القدم السبعية ليها الاتحاد دولي وإحنا بفضل الله تبع الاتحاد المصر للرضاة اللي عبين زي الشلل الدماغي شاركنا في الاتحاد الدولي وهنشارك في البطولات بتاعته إن شاء الله وكان لسه من حوالي أسبوعين حققنا الحمد لله عملنا بطولة الجمهورية وشارك أربع فرق وتعملت في مدينة الأصمارات اللي في المؤطم وكانت بطولة قوية جداً من المستويات بتاعت الفرق الموجودة كانت قوية جداً واخترنا أولاد عشان يقدروا يمثلوا منتخب مصر من كرة قدم السبعية ده مثلاً فريقة هو برضو متصور مع البطولة إذا في حضور جماهير يا فندم ولا الموضوع بيبقى مختصر على أولياء الأمور بصراحة بيبقى مختصر على أولياء الأمور لأن برضو لسه الاتحاد وليد ما فيش إمكانيات وشهرة كبيرة والدعم اللي قليل فاللي موجود مثلاً أعضاء مجلس الإدارة وموجود كمان الأولياء الأمور اللي هم خاصين باللعيد أعتقد تواجد جماهير ده برضو ممكن يفرق نفسياً بالإيجاب كمان عليه دي نقطة حلوة قوي ودي بطولة السباحة الاتحاد عندنا الاتحاد المصر ردات اللعبية الشريطة الشريطة للدماغي بيقدم المفروض خمس ألعاب السباحة وألعاب القوة وكرة القدم السبعية والبوتشا والكراسي المعدلة دي لعبة السباحة برضو في منتخبة عمل للسباحة وعملنا بطولة السباحة في نادي المهندسين في 6 أكتوبر كانت في شهر 11 وفضل الله حصل عدد كبير جداً أكتر من 81 سباح وده برضو إنجاز لم يفرح ربنا يكرمهم محمود ده كان معانا قبل كده صح محمود آه حصل في لقاءة آيوة كان معانا قبل كده شخصية جميلة وهو دولتي في تركيا محترف في تركيا بالزاب دول كرة القدم باستخدام العكاز استخدام العكاز كرة القدم بمبتوري القدم يعني هو عنده مبتور القدم فبيلعب كرة القدم بالعكاز بتاعه حسنًا